دخول مفاجئ وصادم جدا جدا للزعيم عاد الإمام في عزاء الفنان مصطفى درويش اللي رحل عن عالمنا منذ كم ساعة وحاليا يقام العزاء بتاعه توافد بعض النجوم وكان على رأسهم زعيم عاد الإمام اللي هنشوف بالفيديو دخوله المفاجئ وعلامات الزهول على وجه الجميع بسبب تغير ملامحه بطريقة غير طبيعية يمكن لسه منذ كم ساعة بالتحديد شفنا يسرى وهي بتطمن الجميع على حالته وانه هو حالته الصحية جيدة وانه هي بتتواصل معاه أول بأول ولكن احنا عارفين ان عاد الإمام يمكن خلال الفترة الماضية مفيش أي مدخلة تلفونية أو عزاء أو فرح وده بسبب تقدم العمر ليه ولكن هو عز عليه جدا زي ما عز علينا كلنا وفاة الفنان مصطفى درويش لدرجة انه هو قرر وقال لأ أنا لازم أحضر العزاء إذا كان الشباب بيرحلوا في العمر البدري ده يبقى احنا اللي علينا الدور بقى ولكن طبعا الناس اللي بتصخر منه والناس اللي بتشمت وناس اللي بتقول انه هو فاسد وفاصق وأدخل الفسك والفجور وعمل حاجات سيئة لكل أجل انكتاب على فكرة لدرجة ان في ناس كانت بتقول حرفيا طب ما كانش هو اللي يموته وتفضل انت يا مصطفى على فكرة مش احنا اللي بنوزع الأعمار الفنان طبعا الفنان مصطفى درويش اللي رحل عن عمره وناهي 43 عام الجميع زعل عليه بسبب سرته الطيبة أصدقاء المقربين طلعوا الرسايل اللي ما بينهم قدي ايه كان بيعمل خير قدي ايه كان طيب السمعة وحسن السير بطريقة غير طبيعية الفنان عاد الإمام الفنانة الهم شهين فنانة يسرى متحة العدل جمال العدل لقاء الخميسي فنانين كتيرة جدا جدا وشباب كتيرة أصروا على حضور عزاء الفنان مصطفى درويش اللي رحل عن عالمنا منذ ساعات وكان خبر صاعق وصادم لمعظم الوسط الفنية لكن كلنا شفنا صورة البنتين اللي كانوا يضحكوا ولكن اتضح إن الموضوع ما كانش كده على فكرة ممكن يحصل موقف عابر يخليها تضحك والموقف كان كالتالي هم بنتين فيهم واحدة مسكة تليفونين بتصور بيهم فهي رفع يديها الاتنين عشان تصور يديها بينت يديها الاتنين بينوا فقالت لصاحبتها اعدليلي ايدي أو طلعي هدومي لفوق شوية قالت لها يعني ده وقت وضحكت وكان ده موقف ما بينهم عابر علشان كده الناس أخدت اللقطة دي فقط لا غير الناس طبعا بيحصل كتير إنه ممكن حد يبتسم أو هي مش قصد أنها تتريق أبدا على انهيار شقاء الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه طيب خبر وصول أو دخول عادي الإمام انتشر على مواقع كتيرة وانتشر كتير جدا يمكن احنا نفسنا مش بنأكده ولا بننفيه لأن التصوير واضح جدا إنه هو حاليا والتصوير واضح جدا إنه هو في عزاء الفنان مصطفى درويش في لحظة دخوله ولكن هو رفض تماما إنه يبقى فيه لقاء ما بينه ما بين أي صحفي وقال عيب قوي إحنا في عزاء إيه اللي انتو بتعملو ده طبعا الدنيا كلها كانت تقلبت على عادي الإمام إنهم يصوروه إنهم يشوفوه لأن احنا بقلنا فترة طويلة بنسمع إنه هو مرة توفى مرة راجع مرة هيعمل دور ولكن كلها بتبقى شائعات عموما رحمة الله على الفنان مصطفى درويش ربنا يرحمه ويصبر إخواته ويصبر زويه دعوله كتير بالرحمة والمغفرة هو يصطحك الدعاء لأنه بجد كان فنان ملتزم ومحترم شكرا